يوم الجمعة 11 مارس 2022 والساعة 10 أو 17 دقيقة مساءً بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب أهزو الفلاوني إخواني نتذكر أنها الجمعة 160 صحيح أن هذه الجمعات الآن تقريباً منذ حوالي ستة أشهر أو سبعة أشهر توقفت المسيرات نتيجة للقمع وللقهر وخاصة للحراك الإجرامية التي كانت جزءاً منها بتنفيذ المخابرات الإرهابية جابوا جبار مهنة أساساً وبتوصيات من عبدالقادر أيترابي اللي كان ينصح فيه الجنرال السابق أيضاً جابوهم أساساً باش يقوموا بحرائق كانت صادمة وقاتلة وإجرامية خاصة في منطقة القبائل نعم جزء من الحرائق الأخرى كانت طبيعية لكن الجزائر الجاجل خاصة الحرائق المدمرة كانت بفعل فاعل وكانوا يعرفون وقاموا بها ثم راحوا باش يضربوا عصفرهم بحجرة من جهة يخلقوا حالة صدمة هائلة في الجزائر ككله في منطقة القبائل خاصة ومن جهة أخرى يتهمون خصومهم من المعارضين وأنتم تعرفون أنهم اتهموننا بأننا تواطأنا مع المخزن كما سموه بهذه الحرائق أي وقاحة هذه؟ أي سفاهة هذه؟ أي نذالة هذه؟ أي مستوى هذا؟ ولذلك مستواهم يغرق كل يوم أكثر نعم المسيرات توقفت لكن الحراك ليس فقط فكرة تعمقت في العماق ولكن الأحرار والجزائريون يعرفون أن الحراك بإذن الله وبفضله هو المخلص حراك الشعب الجزائري هو الذي سيخلص الشعب الجزائري من المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية لأنه حراك سلمي حضاري يعرف جيدا ما يريد الهدف واضح دولة مدنية مشي عسكرية دولة العدل والحق والقانون الوسيلة واضحة المقاومة اللاعنفية السلمية حتى تسقط العصابات عندما تكون الوسيلة واضحة واتفق عليها عموم الجزائريين وعندما يكون الهدف واضح واتفق عليه عموم الجزائريين أقول عموم دائما هناك استثناءات طبعا دائما هناك جزائريين مع العصابة مستفيدين من الأوضاع جوباناء سوفهاء هذا دائما موجودين في كل المجتمع موجودة هذه الأصناف اللي يمشوا مع الطاغية وحتى مع الاستعمار نحن شوفنا جزائريين كانوا مشوا مع الاستعمار وفرنسيس مشوا مع الألمان الاستعمار الألماني وبكاش مجتمع ما فيش جزء يذهب مع الحاكم سواء كان هذا الحاكم طاغي أو مستبد من أبناء البلد أو كان هذا الحاكم استعمارا احتلالا وهذا في كل المجتمعات وعبر الزمان لكن عموم الجزائريين يعرفون الوسيلة عموم الجزائريين يعرفون الهدف هذا هو المفيد فيما بعد الاختراقات والخلافات والخصومات والصراعات وكلها ستسقط لأن مدامة الوسيلة واضحة والهدف واضح فهذا هو المهم وبطبيعة الحال عندما تدوم المعركة وتطول المعركة تتبين أشياء كثيرة مع الأيام يتبين الثابتون الصادقون الصامدون المخلصون الذين يدفعون الثمان ويتبين عكس هؤلاء لكن ما دامت الفكرة قد تجذرت وتعمقت وأصبحت هدفا رئيسيا فلا خوف على هذا الحراك حتى عندما يتعطل كما يفعل العصابات اليوم عطلوا البلاد كلها ما عطلوش الحراك فقط البلاد كلها معطلة ملايين الناس معاناة شديدة مع الأكل مع الشرب مع النقل مع التطبيب مع الدراسة مع التعليم مع الطرقات ملايين الناس آي أكاد أثرياء في الجزائر مش قادرين يعيشون أثرياء يمتلكون السيارات وعندهم السكنات وعندهم كل شيء الحالة اللي عايشها الشعب والحالة اللي عايشها البلاد والبراج والخوف والبؤس وعدم وجود دولة قانون خل الناس حتى المليارديرات يكرهون فما بالك بالذين لا يملكون أحيانا قوت اليوم سيعود الحرك ويعود بنسخة أخرى وبإذن الله نسخة نهائية كانت نسخة أولى ثم ثانية ثم نسخة نهائية بإذن الله وليس ببعيد ليس ببعيد مواضيع كثيرة اليوم طبعا الموضوع الأوكراني مرة أخرى هو موضوع أساسي عالمي تشوفوا أنه في الأخبار في العالم كلها اختفت ربما في حدود 90% أو 95% من الأخبار العالم اختفت ليصبح هذا الخبر مهم جدا وهو كذلك ولماذا؟ لأن البشرية على شفة حفرة من النار وأن تسقط فيها الآن يعني احتمالات أن يستخدم السلاح النووي ما زالت قائمة إذا ما استخدمش السلاح النووي كدمار شامل وفي حرب عالمية كاملة قد يستخدم في جوانب التاكتكية سواريخ نووية تكون محدودة الضرر تؤدي إلى تدمير مدينة كاملة تؤدي إلى تدمير منطقة كاملة دون أن تكون تخرج من الإطار الروسي الأوكراني فالروس قد يستخدمون أسلحة نووية تعرف بالأسلحة النووية التاكتكية أما الأسلحة الاستراتيجية فهي ستكون نهاية المدنية أو على الأقل خروج مئات الملايين وربما ملايير البشر من هذه الحياة فالأوضاع صعبة جدا وتوترات هائلة والروس بالنسبة إليهم يجب أن يخضعوا أكرانيا والأمريكان والغرب يعتقد من أن إذا انتصر فوتين فسيزحف على دول أخرى مجاورة وأيضا فإن الصين ستزحف على خصومها في آسيا وهذا بالنسبة سيكون نهاية الغرب بالنسبة إليهم سيكون هذا موضوعنا في الجزء الثاني خلونا نمر بالجزء الأول وأحداث الوطن بعض الأحداث بعض القضايا ومن بين القضايا دعونا نبدأ يعني اليوم مشروع تصدير الكهرباء نحو إيطاليا وإسبانيا صوني القاجز تكشف الجديد هذه أكثر من قبل ربع أيام تسعلاف كيلومتر أنهم صنعوا تسعلاف كيلومتر لطريق مزدوج طريق الجزء الصحراوي ليروح الإفريقي قال لك صنعنا تسعلاف كيلومتر هكذا يعني بهذه الطريقة هذه أكثر منها اليوم الخبر إذن عقدت مؤسسة صوني القاز الخميس أمس اجتماعا لمناقش جديد مشروع تصدير الكهرباء نحو إيطاليا وإسبانيا وتم ذلك بحضور رئيس الموديل العام لمجمع صوني القاز وقدمت فيه المديرية التنفيذية الاستراتيجية والاستشراح لمستوى الغاز يعني قال لك وهذا كيفاش يكون يكون بمد كابل عبر ميدغاز هذا اللي ينقل الغاز الآن عبر البحر المتوسط يروح لإسبانيا ويكون فيه نحو 9000 ميجاوات من الكهرباء نحو هذا البلد الأوروبي قريته ما عرفت لا نضحك لا نبكي لا نشعرف يعني هذي هذي من بين الحاجات اللي ممكن كاش نهار الواحد تعطيه صدمة دمارية صراحة قريته وانا انتكر وانا عارف انقطاع الكهرباء الجزائريين خاصة في الصيف انقطاع الكهرباء ماهوش بارك في ورقلة وفي المنيعة وفي الأغواط وفي الجلفة وفي باتنة لا لا في العاصمة وفي أحياء العاصمة وفي أحياء أهران المدن الكبرى هذه وعنابة قريته وانا عارف باللي كين ملايين الجزائريين اللي حرقوا لهم تليفزيونات اللي حرقوا لهم فريجيديارات اللي حرقوا لهم الماشينات تعلق السيل ولا الأدوات الكهربائية لأن الكهرباء تتسعد وتنقل وتتقطع وجي مرة 380 ومرة 110 ومرة 120 ومرة ناقصة ومرة زايدة قريته وانا نقول وين عايشين هذا الناس هذا استفزاز رهيب للشعب الجزائري إذا كان صح عندكم 9000 ميجاوات قادرين تصدروها والبلاد تعاني معاناة رهيبة خاصة في الصيف من الكهرباء بل حتى في الشتاء في كثير من المناطق فهذا هذا احتلال هذا إجرام إذا كنتم صادقين هذا إجرام في حق الشعب أما إذا كنتم كاذبين فهذا إجرام مزدوج أنكم تستمرون في الكذب الرهيب وأنكم تكذبون حتى على المستوى الدولي وأن خبر مثل هذا ينقل على المستوى الدولي وأن ما عندكم شعقول وأنكم دين البلاد للهاوية بكلمة عنه الكلمة 9000 ميجاوات ومدن بيأكملها خاصة في الجنوب في الصيف تخطع لها الكهرباء لعدة ساعات وأحياء بيأكملها في الشمال كما في الجنوب في الغرب كما في الشرق بل أن هناك آلاف الأحياء اللي ما عندهمش كهرباء وجايبين الناس سرقين ما عندهمش خيار يسرقون من البطوات الخيوط خاصة على القزدير اللي هما هما عطرفوا قالوا كين كين مئات الآلاف من بوية القزدير بوية القزدير في الغالب الأغلب في الغالب مش كلهم لكن أغلبيتهم ما عندهمش كونتورات وجايبين خيوط وتقدر تشوف الجزائر وفي مدنها وأحياء الخيوط هابطين طالعين من عندك وحد يضربوا تربوا تريسي تقتلوا أو ترعشوا أو قال لك راح يصدروا لإسبانيا ولإيطاليا تخيل هذا الجنون تخيل هذه العصابة أما عن طريق إيطاليا فقال لك راح يتمر عبر الكابل من المبوب الغاز الثاني اللي يربط الجزائر بإيطاليا عبر سيقليا لا سيسيلي عبر تونس أيضا إذا صدقوا فهذه إيهانة كبيرة الشعب الجزائري أن عنده الكهرباء لكن لا تعطى له وإنما تصدر إذا كذبوا فهذه إيهانة أخرى أنهم يكذبون على الشعب ويكذبون على العالم قد ما نعرف نقولوا راهم خلاص وصلوا للقاع وحفروا تحت وقد ما يزديوا يحفروا أكثر وإذا عندكم هذه الكميات الهائلة لماذا تنقطع الكهرباء ولماذا لما يتفعش ترحولوا الكونتور كان كهرباء كبيرة وحبين تصدروها أهل البلد أهل البلاد أهل الدار أولى بأرزاقهم كهرباء هذه راحة من الجزائر الجزائرين أولى بها وإذا عندكم هذا الكمية الهائلة من الكهرباء لماذا أسعار الكهرباء مرتفعة ولماذا كي الناس لنص الشهرية تروح في الكهرباء نص الشهرية كي الناس لديهم مليون ونص تقدر جيه 600.700.800.000 كهرباء إذا حسبوا قالوا على شهرين تقدر جيه مليون ونص شهرين وهو يدي مليون ونص في الشهر معنا 50% حغير تري سيتي ولذلك كنت أعرف وأسمعت أن كثير من الجزائريين اضطروا أن يسرقوا الكهرباء وسرقة الكهرباء هذه في حد ذاتها فيها مخاطر كبيرة جدا على حياة الناس لأنها ما تمرش عبر الكونتور وانا أعرف أن كثير من الجزائريين يطرفيكوا الكهرباء ويدروا له طرق معينة بحيث ما يسجرش يمش قادرين يدفعو طبعا كاي اللي يديرها لأنه يحب يسرق ما يدفع ولا شيء وكاي اللي ما عندوش ولو كان ما يدفعش يجنحوا الكهرباء فهو يتحايل بطرق معينة يبلوكوا الكونتور يمشي غير غير بشوية كي يستهلك ما قيمته ألف دينار يمركي لهم خمسين دينار أو مئة دينار أو يحبسوه مدة شهرين ويقعدوا قريب يجو باشي يدولهم الآخر ويخلوه يمشي ثلثي يام أو أربع أيام باش يبين باللمشا شوية الناس أصبح أنا عندما نشوف واحد يتحايل في دولة العصابات أنا ملوموش نعم على المستوى الأخلاقي على المستوى الفردي على المستوى هذي لا يجوز هذه خطأ خطأ اجتماعي خطأ ديني أخلاقي لكن على المستوى العام عصابات ما يخلصوه تري سيتي هما هما ما يخلصوه تري سيتي في 길وب den Paen وفي المقرات في زيرالدا وفي 440 وفي أحياء كثيرة كبار المجرمين ما يخلصوه لا تري سيتي لا ماء لا كهرباء لا غاز لا انترنت ولا شيء بالعكس عندهم حتى خدامات وعمدهم لي شونفور وعمدهم سيارت تاعدد دولة و عندهم لي باراج و عندهم ليحمو عليهم و عندهم الهدايا يدهم باطل و عندهم مره مره يدولون لهم حصص معينة من الأكل يجي من الخارج يروح لهم فالي مسكين هذا النکا ان يدهاء بهذا الزرج 656 يحير في TTC يحير في الماء يحير في الانترنت غاز هذا الذي لديه الانترنت في الدار يحير في لبسة الأولاد يحير في أكل الأولاد يحير في كل شيء في الكراء كالناس يكروا كالناس يدوا 3 ملايين 4 ملايين بما فيهم بوليسية ودرك المناسبة 4 ملايين 4 ملايين ونص وكرائي والله عايشين عند نسابهم والله عايشي عند خوه والله عند باباء ومشاكل وصراعات خاصة لما يكونوا فيها الأولاد وتكبل أهزمات مآسي عشيها الشعب اللي زي هم يصدروا قالك راح يصدروا أتري سيتي لإيطاليا ولإسبانيا أما ما يسمى بوزير الفلاحة إنما صالحه غارقين أشوف أشوف هذا الصورة تعطيكم تعطيكم كل شيء الصورة عنوان كبير والصورة وش فيها شكارة الحليب بتاع الغبرة إنشاء خريطة لتوزيع كياس الحليب المدحم وزير الفلاحة العمل العمل ما زال ما نشوقهاش العمل على إنشاء خريطة لتوزيع كياس الحليب المدحم غرقوا في شكارة حليب غرقوا بالفعل المثال بكري يقولك غرق في كسمة كي يكون واحد في حاجة بسيطة يغرق ما يعرفش يحلها ما يعرف الآن غرقوا في شكارة حليب وشكارة حليب بتاع غبرة تبون ذاته ويقولتي يعود يبعثها لنا المساعد باش نسمعوه تبون ذاته قال قبل ما تحطوه الجنراليات على رأس السلطة في البلاد السلطة الشكلية بتاعة الحال قال ما هو غبرة ما هي ولا شيء الآن راحين يدير خريطة تدقول خريطة باش عرف لمد قطارات سريعة خريطة مثلا لتشجير البلاد بملايير الأشجار خريطة مثلا لصناعات غذائية وتحويل صناعات غذائية البلاد تحتاج خريطة مثلا لتوسيع زراعة الخضر والفواكه حتى تنخفض أسعارها وما نقول لش نستوردو البطاطا 100.000 طن جايبينها من البطاطا وراي يوصل 14.000 بما فيها في العاصمة خريطة مثلا للقمح اللي راني ستوردو أكثر من نصف مما ننتج ومئات الملايين من الدولارات وراي حتزيد الأسعار مثلا خريطة مثلا لإنشاء مصانع للسيارات السيارات القديمة في جزائر هي أغلى سيارات في العالم السيارات اللي تسوى في أوروبا بألف أورو في جزائر الآن راي تفوت 100 مليون 150 مليون لأن الناس مكاش سيارات والسيارات القديمة راح تزيد ترتفع وبالمناسبة راح تزيد ترتفع مع هذه الأزمة والحرب الروسية على أوكرانيا خريطة مثلا لإنشاء جامعات على المستوى العالمي لإنشاء مستشفيات بمقاييس عالمية خريطة مثلا لمناهج دراسية ابتدائية ومتوسط وثنوي بشي عاودوا يعني يرفعوا من المستوى التعليم المتدني جدا لا خريطة راحين يفكروا في خريطة لتوزيع الحليب المدهم وأضافها أن الدولة تقدم دعما سنوي لإنتاج الحليب الطازج محليا بقيمة تتجاوز 18 مليار دينار يتضمن أيضا لعنات الموجهة لمربي البقر وين نرنا من بين أكبر المشترين للحليب في العالم والحل كان بسيط الحقيقة لو كان هناك عقل يفكر بدل من أن نصرف عشرات الملايين الدولارات كل عام على استراد الغبرة اللي هي ليس مغذية كما يجب وقد تكون ليس مفيدة أساسا وأصلا طريقة اللي يصنع بها طريقة خاطئة والحليب مرات تلقى شكارة مثقوبة تجيك في نصها مرات أصلا فيها هي أصلا فيها النص مرات فيها ريحة الحليب مرات كان الجزائر عاشر مساحة في العالم لو تم اختيار مناطق باينة مناطق الرعاوية الباينة وتخوم مشاريع واسعة تعمل مئة ألف بقرة في عشرين أو ثلاثين ولاية في كلها فيها مئة ألف بقرة هنا مئة ألف بقرة هنا يكون الحليب والحليب الحقيقي ويكون لحم الأبقار ويكون زراعة تتوسع وتكون صناعات تنشأ حول كقضية إنتاج الحليب واحده فقط لكن هما يحبوا الاستيراد لأن في الاستيراد كان أموال تنهب وترسل إلى دبي أبوظبي سويسرا بريطانيا فرنسا سبانيا وين يذهب المال الجزائر الذي يحب الاستيراد طول الوقت يكرهوا هذه البلاد ويكرهوا شعبها عكس الكورون على الأقل كان يحبوا البلاد ويكرهوا شعب أبشع من الكورون ومرات بعض أخواننا يقولوا حلول هاني يعني وانا نتكلم فقط معاكم والله ما فكرت فيه هذه الحلول بسيطة يعني كان حلول يسموها البونسانس تعال منطق والعالم هذا الآن تدخل لأنترنت في أي مجال في أي مجال تدخل وتشوف تجد العالم وين راح تروح تبحث مثلا كيف يتم تربية الأبقاء تجد آلاف الفيديوهات الدول اللي نأم مثلا منتشر فيها الحليب وكيف يصنعوا الحليب وما هي الماكينات اللي يوضعوها والمصانع وكيف ينتج الحليب من البقر وكيف يأتي بأفضل طريقة كين آلاف الفيديوهات عشرات الآلاف من الكتابات كل شيء أصبح متوفر يكفي فقط أن تكون هناك إرادة حقيقية من أبناء الوطن اللي يحبوا الوطن أما هؤلاء الحثالة فهم مافيا عسكرية ما تحب الشعب ما تحب الوطن وأن الأموال الشعب رأي تهرب لم يعد تقريبا هناك واحد من هذو اللي رأوا ماسكين البلاد مدنيين وعسكرين ما عندوش أملك في اسبانيا لم يعد تقريبا كل الوزراء أغلبية الجنرالات كثير من العقدة خاصة على المخابرات بعض القضاء بعض الولاد بعض الكوميسير بعض حتى المحامين خاصة اللي يدخلوا في الاسترزاق وغيرهم وغيرهم رمشارين في اسبانيا قاستن لما نهارت الأسعار في 2008 وبدأت بخمسين ألف تقدر تشري بثلاثين ألف سبعين ألف طبعا هم يدوشكار بالملايين وخلاف اسبانيا في فرنسا طبيعة الحال وفي إيطاليا وفي بريطانيا وفي الإمارات وين يقدروا وفي الترك نهب البلاد طريقة غير مسبوقة وقهر الشعب قهر وظلم واستخدام البوليس والدرك اللي ما أبناء الشعب بشي قهر الشعب بدل من أن يقيموا دولة القانون طبعا من المآسي أيضا اليوم وتستمر مآسي وفاة الناس بالغاز لأن فيه تسيب من جهة الناس وفيه تسيب أكبر من جهة الدولة أو الحكومة اللي كان يجب أن تضع قوانين صارمة في قضية الغاز مرة أخرى هاي الصورة وفاة طفل 11 سنة وجرح 6 أشخاص آخرين إثر انفجار للغاز بسلال معمارة بحيوة ذهب منطقة السهل الغربي بمدينة عنابح هاي الصورة أخرى ضمار هاي كما تشوفوه كانه زلزال أو كانه قذيفة من روسيا على أوكرانيا هل هذا فقط باتنا وفاة شخصين مسنين اختناقا بالغاز هذو كلهم ما بين البارح واليوم أو هذي اليومين وفاة شخصين اختناقا بالغاز في جسر قسنطينة أيضا اثنين في قسنطينة اثنين في باتنا طفل وجرح 6 في عنابة والقائمة دائما مستمرة وأنا كنت كلمت فيها أكثر من مرة ولست خبيرا إنما المنطقي يقول لك بأن القضية وهنا نشوفه هنا ونعايشين مع هذي الناس كيفاش يجو سنوية نشوفه هنا مأجر على البلدية فالبلدية هي اللي وضع البويلر يعني اللي وضع هذا السخان واش تدير البلدية كل سنة يجو مرتين يديرو انسبكسيون للبويلر يديرو انسبكسيون للسخان يشوفوا إلا فيها مشكل ما فيها مشكل ولو كان ما تردش عليهم يبعثوا لك رسالة يقول لك أنا جاينا في الوقت الفلاني ثبتنا بلي رك موجود في الدار وتنقى واحد إلى خير بالغال بيعطوك الصباح ولا العشية يعطوك ما بين ثمانية الوحدة أو من الوحدة للخمسة أو للستة ومرات يخيروك يقول لك لما عجبكش هذا التوقيت يعطينا توقيت للي عجبك ويقول لك رهو مهم جدا لو كان المرة اللي ولا يجوه ما يلقوكش ما كاشيح لهم الباب مثلا يبعثوا لك رسالة ثانية يقول لك أنا نبعثوا لك تحذير الآن لأن الموضوع ما هوش بيدك يعني هذه قضية آمن لك لأسرتك وأيضا لجيرانك إلى آخر وكل مرة الثانية وتفتح لهمش يبدو يدولك مشاكل ويقدر حتى يطردوك من البيت اللي انت معجرواه بعض البلديات يدروا مرة في السنة بعض البلديات يدروا مرتين في السنة أنا شخصيا وراني ساكني يدروا مرتين وكي يأتيوا لكي يشوفوا البويلر والسخان طبعا يشوفوا كل شيء يشوفوا الفورن واللي طيب عليه القاز يعني يشوفوا البايف الماشين الرادياتور هذا يشوفه دائما سنترال تقريبا 95% مسكان هذه البلاد عندهم شوفها السنترال يشوفوا الرادياتور يشوفوا البايف يشوفوا يفرغوا يزيدوا مرة يقضوا ساعة مرة يقضوا ساعتين ولا يلقوا مشكلة يقدروا يقضوا أيام وهم يرحين جايين باش يحلوا المشكلة هذه بسيطة جدا هذا من بين الأسباب اللي ما عندهمش كوارث كثيرة قليل ونيحدث انفجار للغاس طبعا ما عندهمشتاء القرعة كيش حاجة اسمها القرعة في آخر دشرة في آخر بيت في الجبل وصل للغاس دوبيل طبعا بريطانيا لا تنتج الغاس بالعكس جزائر تبيع الغاز جزء من الغاز الليوصل لبريطانيا جزء منه جزائري فهما في آخر مكان عندهم الغاس دوبيل غاز المدينة يعني هذا تعلقنا وبعدين هنا اللي يركب الغاز اللي يستعمل بالغاز عنده واحد شهاد يسموه الكورغي مش هادة هذي في الغالب يقرأوا عليها منش عارف اللي يقرأوا سنة ولا سنتين دراسة علم مش لعب اللي يركب متخصص ومسؤول وعنده لايسنس واللايسنس تعوي يجددها كل فترة يجددها ومرات يروحوا يعاود يديروا ترينينج يديروا تمرين يديروا تمرين باش يبقى الى دخلت تقنية جديدة دخلت حاجة جديدة يتعلموها ويعقبوا ديز اكزام ولو كان ما ترجحش لازم تعاود ونحرك لريصانس هذيك الى ما كنتش تستاهل او ارتكبت اخطاء معنى عندهم طريقة باش يضغطو على الانسان لكن كليد ديها طبيعة الحال يجيب دراهم لانه عنده مستوى هنا بما فيها التاكسيات هنا التاكسيات باش تدير منتع تاكسي سنتين هذو اللي بسمهم البلاك كاب معروفين سيارة لندن كما تعرفون شوية كبار هكذا سنتين دراسة وامتحانات وا 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 ها وعلاج الحوادث السيارات اقل حوادث الغاز اقل كل انواع الحوادث اقل وكي نتكلم في هذا الموضوع نفس الشي في الباتيمون تقدرش تتصوروا حد الصرامة في البنيان وكيفاش يروحوا المراقبين تعالبلديات وين كين بنيان المراقبين تعالبلديات يروحوا في اي وقت يراغبوا كيف يتم العمل هل عمال لبسين لكاسك هل طريق مخدم لي هل هم مغطيين باش مطي حتى حاجة على انسان من الفوق هل 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 ويعمروا اوراق وصحاب البنائي يخلصوا دراهم ولو كان يرتكب خطأ يقدروا ويقفوه ويدفع غرامات وفي كل المجالات وفي كل المجالات قضية الصحة والسلامة في كل شيء اذا احنا كنقولوا هذا مش حين خلقوا العجلة من جديد هذه اشياء معروفة ومنشورة على الانترنت وليتقول انجليزية يقدر يدخل الان ويتأكد قاعد وشان يقول حتى الفرنسيس عندهم بالمناسبة حتى صحيح ما يوصلوش الى المستوى منتع الدول الانجلوساكسونية وخاصة ايضا الجرمانية مثل المانيا لكن يبقوا الفرنسيس ايضا وعندهم تطور يعني حتى بالفرنسوية موجودة هذه الاشياء وشان يقول لكم انه موجود في فرنسا وموجود في المانيا وموجود في النمسا لانه هذه قوانين دينها في المستوى الاوروبي كله بل حتى على مستوى وامريكا الشمالية فهذه اشياء تنقص من الجرائي تنقص من الحراق تنقص من الاختناقات تنقص من الحوادث تنقص من الموت اذا مرات اخواني اللي يقول لك اعطونا البديل البديل موجودة يا اخوان المصيبة ان المافيا العسكرية تحكم البلاد لا تسمح للجزائريين على اي مستوى ان يقدموا بدائي الناس مرات يروحوا يديروا عمل خيري يقولوا شكون قلك شكون قلك دير العمل الخير راح نعاون في فقارة ما تعاونهمش شكون قلك اذا متى متى تتحرر البلاد وتنهض عندما تختفي المافيا العسكرية الاستولات على الجيش وبالجيش استولات على نظام الحكم بنظام الحكم استولات على الدولة وبالدولة دمرت المجتمع دورت الوطن دمرت الاقتصاد دمرت الاجتماع دمرت الانسان دمرت كل شيء ولذلك قال الشعب قال مخابرات ارهابية تسقط المافيا العسكرية وستسقط بإذن الله ستسقط من آجلا وعاجلا الجوية الجزائرية تعلن عن الافتتاح التدريجي للمبيعات بابتداء من الجمعة 11 مارس نحو عشر ويجهات قال لك باللي كاين بيان وتبدأ خلاصت بيه سبانيا إيطاليا سويسرا بلجيكا المملكة المتحدة تركيا مصر الإمارات سينيغال موريطانيا هذا وقت كان هذا كان يوم الخميس وعلى أساسا يبدأ من يوم الجمعة لكن معلومات ويقول لك تم حذف إعلان برامج الرحلات الجديدة من جميع الحسابات الرسمية الخطوط الجزائرية والتي تم نشرها بالأمس وتم حذف المقال من صفحة وموقع الوكال الجزائري الأنباء وثمت الإطاحة بوزير النقل ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي هو أنه أراد أوخذ قرار بفتح البلاد بحيث أن الخطوط الجوية وأيضا يفتحوا الخطوط الدولية أخرى باش تبدأ دير رحلات ملايين الجزائرين في الخارج يحتاجون يدخلوا للبلاد وكاين عشرات الألاف يحتاجون على جناح السرعة لكن يبدوا أنه اتخذ الوزير اتخذ قرار ما كانش عارفوا بليه هذا القرار التعال المافيا العسكرية هي اتخذه مع المخابرات الإرهابية خطوط جديدة سيضاعفون من الخطوط القديمة ويجعلوا الطائرات تشتغل بشكل مهني إلى آخره نسى بأنه في دولة المافيا العسكرية والمافيا العسكرية عندها حسيفة عندها انتقام من جزائريين اللي في الخارج من الجالية الجزائرية الجزائرية مش كلها مش كلهم لكن عشرات الألاف في مختلف الدول وقفوا ضد العصابات ووقفوا كحركيين برغم كل ما حدث الحرك ما زال الناس تخرج في كثير من المدن صحيح ضعف نتيجة الاختراقات تع المافيا تع المخابرات الإرهابية وعملائها وذبابها ومرات نتيجة لخصومات طفيلية وحاجات انتع الانا وانتع النرجسية ما بين الناس اللي محسوبين على الحرك للأسف يعني طعوا فرصة لهذه العصابات في هذه الأشياء لكن مع ذلك ينتقمون انتقام شديد من جزائرين في الخارج انتقام شديد كونسابو يديروها كثر من نورث كوريا يديروها كثر من نورث كوريا كثر من كوريا الشمالية يديروها كثر هي راي تشبهها على كل حال مش بعيدة فهاي تم إلغاء كل شيء وخلي البلاد مغلقة واللي يدخل يعتقلوه قالوا لي طبعا كانوا اعتقلوا واحد خونة من كندا نظر نسمها إلى أن نذكر مازال زوعمية واتهامات باطلة انتعتقلوا أيضا هذا اليومين أو ثلاث أيام وعلينا عن اعتقال شاب بدخل من فرنسا وحتى هذا الشاب ممكن حتى يخرجوه كدحدوح بالمناسبة رمي ضغطوا عليه باش يقول أي شيء وقالوا له باش نطرل نخلوك تخرج هو طبعا ما يخلوه لا يخرج لا ولو لكن برك بلاك كاش ما يخرجوه كدحدوح رأي عندهم شوية للأيام القادمة هم جايين مع أحد الأفلام تعدى حدوحية لكن ليس هذا في حسب كنا تكلمنا أمس على زيارة ويندي شيرمن نائبة وزير الخارجية الأمريكي يعني كانت عندي معلومات قبل زيارتها على شيء سيحدث ويبدو أن نتأكد الحدوث فراح تكلم لكم عني لما كان مازال في إطار مش متأكدين مئة في المئة قلت خلي حتى نشوف والحقيقة لما وصلت عرفت باللي الخبر راح يخرج في أقرب فرصة ممكن الآن نبقى بضعة أيام يعني سبوعين ثلاثة حتى على قصة تقدير ذكرت لكم طبعا يستطيع الناس أن يعودون اللايف أمس باش ما نرجعش لكن خلاصة قلت أنها جات من أجل ست قضايا رئيسية القضية الأولى هي قضية قضية ذكرتهم أمس قضية الغاز والبترول وليزم نظام قضية بوتين هي القضية الأولى هي قضية بوتين وأن النظام الجزائري لازم ما يتحش في حجر بوتين وأنهم لازم تباعدوا عليه احنا عارفين بلايكم شرعي مصلاح لكن هذا رأه قام باعتداء رهيب على أوكرانيا وقدم على حرب في أوروبا لم يكن يتوقعها أحد والعالم كله في حالة اضطراب شديد وأنتم يجب أن تفهموا بأن الغرب لن يسمح لكم بالاستمرار في نفس طريقة العلاقات كانوا حذروهم هذه واحدة الأمر الثاني قالوا لهم الغاز والبترول لازم لكم الآن تفتحوا الشركات الأجنبية كلها طبعا على رأسها الأمريكية وتسهلوا قضية دخول الشركات وتعطوهم امتيازات لأن الغاز والبترول لم يكن عن تاكم بارك نحن سننخنق روسيا وفي لحظة معينة الأمريكان قالوا لا نشتري لا بترول لا غاز من عند الروس ولكن الأوروبيين هم جايين البريطانيين قالوا حتى نهاية العام ندبروا بارك اللي ناقصنا ونبقى وما نزيدوش نشيرو من عند والأوروبيين الأخرين كلهم كل واحد وشي يقول لكن دائرين تاريخ انتع 2027 ما نزيدوش ولا قطرة لا غاز لا بترول وقالوا حتى ما يخضعناش الروس هذا إذا بقى بوتين وابقات روسيا أصلا حتى 2027 نقول لا بقات مش مش حترحل ولكن إذا بقات كما هي الآن ومسرتش فيها قلاق الداخلية وحتى ربما صراعات أو حتى حرب أهلية داخل روسيا لكن هذا موضوع ربما فيه كاشنهار يكون فيه حديث عميق هذا سبب ثالث سبب ثالث جاء قالوا لهم صعيد وهذا موضوع الآن محسوم إذا كنا زمان نشوف المناجه فقط في الموضوع ونقول لكم الآن لا لأن التوترات التي ستكفي وجود أي بؤرة حرب أخرى على بواب أوروبا سيجعل كارثة عظيمة لك قدر لتصبح حرب ما بين البلدين ملايين المهاجرين من الجزال والمغرب سيغادرون إلى أوروبا هذه ستكون كارثة أخرى على أوروبا اللي ليس قادر الآن ربما سيجعل عشرة مليون أوكراني في نهاية شهر القادم يصل ربما إلى عشرة ملايين لاجئ أوكراني يتوقعون وصول مع نهاية هذا الشهر خمسة ملايين مع نهاية الشهر القادم قد يصل الأوكرانيين اللاجئين لعشرة ملايين كارثة على أوروبا بكل المقييس بالرغم من أنهم يرحبوا بهم الآن و لكن في النهاية دخول عشرة ملايين راه مش بسيطة يعني راه يتطلب لهم مال وبيوت وسكن وسحة وتعليم ولازم يتلقاوا نفس المستوى نتعه البلاد ما وش نحن يعطلهم حاجة ناقصة فطبعا قالوا لهم لا نريد أي توطرات لا أي خصومات أي خلفات في أقرب فرصة ممكنة قالوا لهم فكرة فرصة ممكنة لكن طبعا المختصين الأقل اللي هم اللي يجوا مع نائبة الوزيرة يجوا معهم بعض المسؤولين في وزارة الخارجية وزارة الدفاع اللي يقولون لهم بعد يعطون تعليمات يعني هذوك المسؤولين الأقل اللي يقولوا الجزائرين اللي يتلاقاهم في الوفود يقولون لهم اسمع كلام أكثر من اللي تقول المسؤولة الكبيرة المسؤولة الكبيرة تحافظ دائما على حد معين من دبلوماسية من الخطاب دبلوماسي هذا الثالث وكنت ذكرت أيضا موضوعين خرين لكن باش ما نطوروش نعود ونرجو كان أيضا من بين المواضيع اللي جات من أجلها أو جات تكونفيرميها إذا حبينا هو هذا الموضوح نفعل كذا وخويا القايدي ووحد الأخر يقول لهم وخويا القايدي وخويا أبو عز وسيني ها أخوك القايدي ها طبعا أنا من أسبوع أذكرت لكم قدس كمره أو عشرة أيام حتى وما كنت تكلمت بموضوع حتى تأكدت لي المعلومة قدس كمره مر على عبلة وتعرض إلى تعذيب رهيب وراه في السجن ها وأكدوا اليوم أخوان آخرين أكدوا هذا الخبر من قالوا بلأنه بالفعل في السجن العسكري البوليد قايدي هذا كان من أهم الجنيرالات ربما الرطبة الثالثة أو الرابعة داخل الجنيرالات وكان يحضر فيه حتى باش يكون هو قائد الأركان فإذا به يتعذب من طرف كابرانات عذاب رهيب مر على عذاب نكرة أتعذب تمت لي طاحة به أتعذب سجن لكن قبل أيام أطلق صراحه وعادل بيته وكانهم عادوا رجعوا له شوية من لماذا؟ لأن الغربيين منش متأكد من النهار اللي قالوا لهم لكن أنا توقع أنه كان يومين أو ثلاثة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حتى لما أطاحوا بقايد الأنذاك الفرنسيس احتجوا الأمريكيين احتجوا قالوا لهم يعني كيف ضيعوا جنيرال مثل هذا وهذا كان يشتغل معنا يعني كضابط كبير في الجيش الجزائري وكان نخدم قضية دخول الجيش الفرنسي إلى مالي مرون عبر الجزائر إلى آخر إلى آخر وكنت شفت الصور كنا تكلمنا عن عدة مرات خلينا ربما إلا بعتلي المساعد كاشصورة ولا نزيد نوريها لكم على قايدي بطبيعة الحال مايش لأول مرة يعني سوف نوري لكم الصورة فقط باش نذكروا بعض الأشياء بعض خوطنا ربما يكونوا نساوها أو ما تابعوهاش في وقتها ولا هاي صور القايدي في باريس هذين بين الصور كائن صور أحد آخر هو يسلم على فابيوس ويسلم على ذاك الوقت كان الوزير الأول الفرنساوي إلى آخره فهذه كانت في الإليزي وكان صور أحد آخر هذا هو طبعا اللي ما يعرفوش نعود نوجود صورة طبعا قايدي كما تعرفون تمت الإطاحة به في نوفمبر الماضي وكان قايدي من بين أهم خمسة جنرالات في البلاد كان يرأس ما يسمى بالDEP Departement Employee and Preparation دائرة الاستعمال التحذير الاستعمال والتحذير وهذه دائرة الاستعمال والتحذير فيها حوالي 70 إلى 72 جنرال هم منسقين كافة الأجهزة العسكرية القتالية الوحدات يعني نسقم بالنواحي نسقم بالنواحي وقيادة قيادة البرية قيادة الأركان ولا يتحرك مجموع وجماعي إلا بمرور على وتضع الخطط تضع شيئا كثيرة أمور عسكرية تقنية مهم منصب مهم جدا وكان أيضا قائدي قبل ذلك كان تتولى الملفات الخارجية علاقات مع القوى الخارجية باعتباره يتقن الفرنسية وإلى حد ما الإنجليزية وكانوا راضيين عليه كثير الفرنسيس والبريطانيين والأمريكان إلى آخره لأنهم اللقاوا فيه أنه ليبرالي يعني أنه برو أوكسيدونتال موالي للغرب عكس شنجريحا لموالي للروس وطبعا هذا الذي خلاه ساعد خاصة فترة التي كان فيها أبو تفليقة بعد اتفاقيات فالدوغراس سرية وطلع يعني طلع مثلا في سنتين طلع في سنتين طلع من عميد إلى لواء وهذه تقريبا لا تحدث كان استثناء في 2012 كان عميد في 2014 أصبح لواء وهذه كان آنذاك هي اعتراف وهدية لأنه أشرف على مرور الطائرات الفرنسية لقصف الناس في مالي باسم محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة لكن في أكتوبر الماضي كما تعرفون قام ماكرون منزعج تحت ضغوطات وتحت انزعاج قال وهاجم نظام الجزائري كما هاجم الجزائريين عندما قال هل كانت هناك دولة قبل هل كانت هناك أمة جزائرية قبل أو دولة جزائرية قبل دخول الاستعمار بمعنى أنه شكك حتى في وجود جزائريين قبل وجود الاستعمار وقال رجيم بوليتيكو ميليتر وقال لفاتيقي وقال بأن تبون عالق وكنا نقشنا هذه الأمور تحدثنا لي عدة مرات فطبعا بعدها بأسابيع أطاحوا بقايدي باعتبار أن فرنسا سبتهم سبب شديد وكانوا سحبوا السفير وحبسوا شوية طائرات فرنسية لتقصف إلى آخر يتعرفوا باش سراء فطبعا ادفع الثمن قايدي وبعض كبار ضباط اللي معه الآن الأمريكيين والفرنسيس يقولون لازم قايد يرجع انتظروا بضعة أيام أو بضعة أسابيع وستجدون أنه قد أعطي له منصر عالي جدا في الجيش وأنه يؤود بقوة بدعم غربي واضح ولماذا سيتستجيب العصابة لأن سبونسر تاحهم في موسكو راه في حالة سيئة لأن بوتين راه في حالة سيئة من جهة ومن جهة أخرى ذكرهم يعطون تعليمات مرح يقولون لهم لو كان دروا هذه ذكرهم يقولون نشوف العالم راه في حالة سيئة جدا والأوضاع راه سيئة جدا ولا نريد مشاكل لا نريد مشاكل مع المغرب لا نريد صراعات بيناتكم أكثر نريد لبعض الجنيرالات هما ما يقولهم مش خدمين عندنا وعملاء لنا أو بروكسيدون ولا يقولهم نا يقولهم هذو عندهم كفاءة وش سبقوا ونشتغلنا معهم ونطيعهم ككفاءات بمعنى أنهم فهموهم لأن هؤلاء يجب أن يعودوا إلى مناصبهم ستنتظرون أيام أو أسابيع ويعود الآن ما نشعارف لا يسمعوا هذا الكلام ويشعرون بعض فيه تحدي ربما يأخروا شوية لكن ما أعتقدش لأن شيرمن هذي اللي جات فتحت معهم الملف أيضا أمس الحقيقة الملف كانوا فتحوه معهم قبل أن تصل هي لما وصلت فقط بشدرت كومفير ماسي كما إذا حبنا نقول وأكدت الأمر لتبون شخصيا ولوزير الخارجية والاجتماعات اللي تمت من بعد وتوسعت لما يسمى بأعضاء الوفدين وقد حضروها بعض كبار العسكر فهذه هي البلاد عندما تحكم عصابات وعندما تكون هذه العصابات خدمها الخارج ويعرفو بأن هذه العصابات ما كانت لتبقى لولا الدعم الخارجي روسي صيني تركي قطري إماراتي طبعا فرنساوي أمريكي وهكذا كلهم يدعمون فيهم لأنهم كلهم يبتزون فيهم وكلهم ياخذوا من مصالح الشعب الجزائري المادي والمالي والاستراتيجي باش تبقى العصابة في الحكم مع الدول الخارجية ما كانش عواطف إما أنت قوي وتستطيع أن تضع شروطك وأوضاعك أو أنت ضعيف لأنك لا تعتمد على شعبك وبالتالي القوى الخارجية اللي تدعمك يقول لك أدفع أدفع باش تبقى في المنصب أدفع باش يبقى هذا النظام وما عارفين أنه نظام فاتيجي تعصح مش فقط فاتيجي نظام كريمينال وراه موضوع نزار راه زاد أرعبهم بشدة مش نزار خايفين على خالد نزار لا خالد نزار بالنسبة لهم أنا لا أتوقع أنا أتوقع حتى بلكاش نهار يديرون له سم ويقول لك مات نزار أو يديرون له أنجيكسيون يقول لك مات باش ما يفتحش الملف في سويسرا لكن لا اللي راه مرعبهم أن نفتح هذا الملف على نزار راح يعني بعض بعض الكبار المسؤولين اللي رام في الدولة اليوم شاركوا في الحرب القادرة ومارسوا القتل بأيديهم واحد مثل شنغريحة كان يقتل بيدي في منطقة الأخضرية في البويرة في الفرقة الأولى اللي راح قايد الجيش اليوم مش كل جينيرال لا تشاركوا وبالتالي اللي ما شاركوش ما عندهم مش مشكل لكن كينجا هذا جبار مهنن اللي عودوا جابوه كان يقتل بلا حدود متورط في قضية الرهبان متورط في قضايا كثيرة جدا فتح الملف من جديد تعني الزار بعد معركة أنت أكثر من عشر سنوات أكثر من عشر سنوات معركة في سويسرا القضية هذه لما فتحها من جديد هذا يدلهم رعب دلهم رعب ولذلك لا أستبعد أن بعض الاتصالات اللي رامي حاولوا يجيروها مع ناس محسوبين على المعارضة بحق أو بباطل معارضين بحق أو معارضين تعى طيوانيا هي هذه النقطة اللي رعبتهم أن الملف انت متابعة مجرمي الحرب فتح وأنهم هم وبعض أنصارهم داخل الحكومة السويسرية أرادوا غلق وداخل الغرب أرادوا غلق الملف لكن في النهاية القضاء السويسري قضاء مستقل بعد السنوات من المعارك وبعد غلق الملف رجاء الملف للقضاء ووصل إلى أعلى هيئة قضائية في سويسرا وقالوا له هذه جرائي ويجب أن يفتح هذا رح تدير لهم حالة رعب شديدة وهذا اللي رح يحركهم الآن باش بلاك يجيبوا شوية هكذا وقضية منش عارفه ولما الشمل ما فيش واحد عاقل يرفض لما الشمل لكن على أسس صحيحة والأسس الصحيحة هذه تقول دولة مدنية مشي حسكرية كهدف والأسس الصحيحة هذه تقول ما تعودوا لناش المخدعات المخدعات والوئام والمصالحة وهي كلها كذب لا يجب أن يبنى الأمر على أشياء واضحة واضحة تقيقة بضمنات واضحة بيت أهليات واضحة بأمور واضحة لأننا لأننا مطحناش من الأدرنيال بلوي لأننا مطحناش من المطرة الأخير رح فينا من يناظل منذ أكثر من ربع قرن ويقاوم منذ أكثر من ربع قرن وهذا كلام هذا مش سهل ربع قرن عندما تواجه عصابات مثل هاي ما خلوا ولا شيء ما دروش للإضرار بنا والإضرار بالمقربين منا ما خلوش ولا شيء لكن عاهدنا الشعب الجزائري وقبل شعب عاهدنا الله أن لا نتنازل على حق الشعب الجزائري أبدا نحن قلناه ونعوده ما عندناش مصالح خاصة عندكم كينخوتنا ما عندناش باسبورات ونعيشين في أوروبا ومنذ ثلاثين سنة ما عندناش باسبور يمشي به بمعنى الحقيقي عنده طراب دوكيمنت ولا حاجة تعبان لكن مستعدين يموتوا وما يتنازلوش على حق الشعب الجزائري بلك تطمعوهم باسبور هنا ولا لا تعرفوش الناس آه ممكن بعض اللي يفوز وفوز ممكن أو بعض الناس اللي تعبوا ممكن يعطيه باسبور ويدخله وبيلك حاب يموت في البلاد وكذا لما الشمل هذا هدفنا أن تكون حل متفاوض عليه مع الشعب الجزائري ومن يمثله هذا هدف سيون بفار لإيقانومي دين ريفوليسيون ان لفرع لا لازم نقتصدو ميسر ولا شيء وتجو بعرض حقيقي ينتهي في النهاية لقيام دولة مدنية بحق دولة القانون بحق دولة العدالة بحق دولة وين الثاكانات الجنيرات حوثثاكانات وليس هم ليحكموا البلاد وإنما هم للدفاع عن البلاد كموظفين دولة وين الشعب يكون هو السيد وليس كمشة من الجنيرالات وعصاهم المخابرات الإرهابية تفعل ما تشاء في البلاد وفي الشعب عندما تقبلون بهذا فأنا على يقين أن كل عاقل حر جزائري مرأة ورجل كان سيمد يده للتعاون أما التلاعب وما شاهدناه من تلاعبات في هذه 30 سنة من 93 ومن 92 من اللي جبت بوظيفت وما تكلموا على المصالح حاول حل وعمركم وليا درت مصالح حقيقية أمركم إنما كل مرة بش تفرقوا اللي يعترضوا عليكم أو تعزلوا جزء أو تجيبوا هذا مش حيمشي هذة تقنيات انت عزل هذون وجيب هذو أنا قلت لكم يعني تقدروا تدخلوا بعض الناس اللي عياو ولا تعبوا معارضين حقيقين بسح ممكن عياو تعبوا أو ديفوزوا بوظون اللي درتوهم نتم وصنعتوا لهم هالة وهم مش صح لكن اللي باقيين على المبدأ وأنا واحد منهم وربي ثبتنا جميعا والله لو قطعت رؤوسنا والله والله لو عطيتونا مال الدنيا كلها ومناصب الجزائر كلها دولة مدنية مش أسكرية هذا هو لازم توفقوا على هذه وهذه عندها آليات وعندها إجراءات وعندها ضمانات وعندها 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 عندها شيئة كثيرة جدا فنحن منفتحين على إيجاد حل سياسي يتفاوض عليه من يراهم الشعب الجزائري يمثلوه ليتفاوضوا معكم من أجل هذا الموضوع وإذا درتوا هذا الحل وغدوة ترشح تبون ونتخبوا الشعب الجزائري نسفقوا له نقولوا خلاص هذا رئيس جابه الشعب الجزائري أو حتى إذا جاب شنجريحة أو حتى إذا جاب أجر مجرم المهم الشعب هو اللي يختار لأنه باختصار بسيط هاكم لا تتعلموا في الدرس لا تتعلموا في الدرس وما زال وما زال الأخطاء وما زال الأخطاء مستمرة ومتتالية دعونا نوريكم هذه جات من عندكم ليس من عندها ها طبعا عناصر المخابرات اللي رام يشوفوا فيها ولا حتى عناصر الجيش من كبار الضباط يعرفوه يعرفوه مليح والشينيول أطلقت عليه هذا الأسم منذ عدة سنوات عندما استمعت لشهادات مباشرة من عند ناس حضروا شاهدوا أو سمعوا في زنزناتهم عما كان يفعل بالمعتقلين اللي كانوا يحسبوهم خطر عليهم كان أحيانا يثق بعينيهم بالشينيول وأحيانا يدخل الشينيول من هالجهة تخرج من هالجهة من الوذن هذه تخرج من الوذن هذه وأحيانا تكون فرق بالشينيول وأحيانا بالسلك طبعا بشير تارتاك الشنيرال الماجور بشير تارتاك اللي رح مسجون الآن منذ وقعت الإيطاحة في بداية ماي عندما أقنع أبو عزة وسيني اللي رح ذركه جندي وكان هو قايد المخابرات الداخلية أيضا أقنع القايد الصالح بأنه يستطيع أن يعتقلوا تارتاك والسعيد وفوقهم توفيق وبونيس لويزا حنون معه وبالفعل فعلها أبو عزة وسيني لأنه قايد الصالح كان مرعوش كان خايف كانش عنده كان يقوله كيف هو عندهم قالوا أنا ندرها وبالفعل دارها وشافوا الجزائرين كل هذه الصورة وهم مدخلينهم للمحكمة العسكرية في البوليدة واللي صدمت كثير من خوتنا وقالوا خلاص مدام القايد الصالح دارها هذي احنا خلاص رانا مع القايد الصالح طبعا خضيعوا مرة أخرى وكثير الناس كان الناس اللي يخدعون أحيانا غير بمواقف عاطفية أو تاريخية تخدعهم هذا وش سراء صدور الأحكام في حق بشير ترطاق أصدرت المحكمة العسكرية بالبوليدة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن طبعا أصبح تصبح هو الدياراس أكثر من الدياراس حتى كان يسموه المنسقة على جهزة الأمنية بما فيها الدياراس في 2015 بعد أن أطحوا بتوفيق في 13 سبتمبر 2015 هو كان أطحوا به في 2013 لكن لما سراءت المرض هو كان موجود في فرنسا أطحوا به في بداية 2013 أو منتصف 2013 وكان هناك سعيد وبوتفليقة إلى خريفة الفرنسيس قربوهم وقالوا لهم هذا رأوا رجل مليح ويقدر يعومكم ويعرف الجهاز فعودوا ردوه بالفعل باختراح من الفرنسيين عودوا جابوه هو رئيس المخابرات بعد أن أطحوا بتوفيق في سبتمبر 2015 الآن واشنو القضية أسمع واشنو القضية القضية هي الرشاوي والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017 وقضية أخرى يسموها قضية زوليخة نشناش اللي هي تعرف باسم مادام مايا لأنها مرترابطين هذه القضيتين لأنهم راحوا هو يعني الضباط على المخابرات كانوا في معقداء وكانوا في مرواد راحوا سرقوا كانوا يكيدروا كيدروا التفتيش المال اللي يلقوا ويددوه فكان المال هذك بدل ما يقدموه للقاضي وكان يتحط في خزائن عندهم وفي ديارهم في مرات حتى يبنوا بنيان غرفة قاعوا يغلقوها ويخلوا لها مدخل سري وكل ما جاءت أموال كل ما جاءت ذهب يترمى ثمة وعم مش حل من مرة يذكروا هذا الموضوع طيب هذا ترطاق عندما قلنا أن الانتخابات التشريعية زورت في 2017 مثل 2012 2007 2002 97 أو الانتخابات الرئاسية كلها كانوا يتهموننا بأن آدي خارجية لا يحبون الخير الجزائر آه عرام يتعاملوا مع المخابرات الخارجية آه طيب هاكم تثبتوش كنا نقولون ألم نقول هذا؟ قلناه عشرات ما أحرار الجزائر قالوا قالوا بأن الانتخابات كلها مزورة الجزائر ومبعد جاء واحد يسموه شرفي قال لك هذه الوحيدة لانتخابات حلال لما جاءوا تبون وبعد جاءوا ما يسمى بهذا المجلس الأخير اللي هو أيضا مزور وكانت النسبة خمسة فاصل لكن ما تعرفوا إذن سؤال ينطرحوا مننا هنا لبعض الضباط المخابرات مثلا يرى عندهم الملفات ولا يعرفش رميحظروا في الحقيقة وعارف باللي حتى وصول الضباط اللي رغم اثنين تعموا خابرات اللي وصلوا إلى لندن يمكن وصلوا البارح ولا اليوم المساعدة يقول لي قرعة الغاز موجودة في بريطانيا مرات باش الناس يديروا الكومبينغ وطبيعة الحال هذه معروفة الكومبينغ ما فيها نقاش نحن نتكلم على قرعة الغاز في الديار كواقع اما الكومبينغ بطبيعة الحال موجودة القرعة الصفار ليس هي المشكلة على كل شكرا لك على التصويب باش حتى الناس يفهموا باللي مانش نتكلم تعال كومبينغ وكذلك كين القرعة تعال لقاس هذوك فوصلوا ضابطين مش عارف لوصلوا البارح ولا اليوم من ضباط المخابرات انا هنا نتوجه لضباط المخابرات وليغيرهم يعني وحتى تعال الارجي وحتى اللي رام يديروا في ملفات ويعطوهم في معلومات كاذبة إذا اتهمتونا بمال وعطونا دليل واحد نتكلم على الناس اللي انثق فيهم وخاصة على قيادة حركة رشاد أنا لا أستطيع أن أضمن جميع لا عرف شالناس يديروا في أماكنهم ولا في ديارهم ولا في مدنهم لكن على الأقل نتكلم على نفسي وعلى أخوان اللي شاركوني نفس المشروع تحداكم لكن السؤال اللي نرجع عندما كنا نقول بالانتخابات مزورة كنتم تتهمون أنا بهذا الآن هاكم تثبتوا عليه وأصدرتوا حكم بكم ست سنوات طبعا عنده أحكام كثيرة كانوا صدروا عليها حكم واحد آخر قبل بثمان سنوات مش رحن يطلقوه ترتعك خاصة مع عودة جنح توفيق لأنهم يعتبروا خايل كانوا معهم في 2013 وفي 2015 ساهم مع السعيد في تقسير الديارة ستع توفيق من كان يقول الحق ومن كان يكذب اللي كان يقول بالانتخابات مزورة والنظام مزور والبلاد تحكم العصابات وإحنا رأينا تحت استعمار حقيقي هو الصح ولا أنتم مش جام بعد قايت صالح وقال باللي البلاد تحكمها عصابات منذ ست سنوات مش جام بعد وقال بأن الجزيرة كان تعيش في استعمار ثاني مش هاكم تجوفوا الآن ودخلوا من الحبس لأنهم كان يزوروا الانتخابات كلكم مزورين فقط هذا سقط لدخل أما أنتم فإنكم ما زال في المناصب كيجي طرف واحد آخر يدخلكم لكن أنا من هنا توجيهي إلى بعض المخابرات الشباب اللي ما يعرفوش يقدروا يكذبوا عليهم خدموا أقولكم من الذين يريدون خيرا بالبلاد ومن وينهبون ويخضعون البلاد ورحوا قدامكم الإجابات إذا عندكم عقول نخلص في الموضوع الجزائري سمحوني كي الموضوع عدت به أحد إخواننا بأن أذكر وهو مهم لذكره يجب أن أذكره بعث لي أيضا مساعد قال لي رفيا كثير من واحد رح سؤال قال لك واشنو موقفكم من زيارة زيارة الرئيس الكيان الإسرائيلي إلى تركيا مش عارفنا الناس على ش يطرحوا لي هذا السؤال أنا قلت سبعين مرة ونزيد نعودها إن أي بلد يؤمن بالحقوق ويؤمن بالعدل ويؤمن بحق الشعوب في تقرير ما صيرها ويستقبل مسؤولي الكيان الغاصب فهو مذنب وهو مخطئ وهو يرتكب جريمة في حق الشعب الفلسطيني أما إذا كان هذا الحاكم مسلم ويفعل ذلك فالجريمة مضاعفة جريمة مضاعفة أنا أدين أدين كان في أي زمن كان ما دام الكيان الإسرائيلي لا يسمح حتى الفلسطينيين بتشكيل كيان فقط من 67 اللي هما رضوا كثير من فلسطينيين رضوا وقال له ما أعطونا أرضنا فقط لديتوها بعد 67 لديتوها قبل 67 هاي ليكم إذا كان هذا الكيان لا يقبل حتى بهذا الحل فأنا أدين أي حاكم أي موظف أي شخص يستقبل يروح عند الكيان الإسرائيلي أو يستقبل مسؤولية يكون هذا مروضة يدير الملك محمد السادس يدير أردوغان يدير بشار يدير منش عارف يكون يدير والدي يدير خالي يدير ابني كيف كيف يدير أصدق أصدقائي كيف كيف سأدين دائما أولئك الذين يتعاملون مع المسؤولين تحت الكيان الغاصب أنا لم أحكيش على سكان هذه البلاد أو هذا يهودي أو هذا إسرائيلي فيهم وعليهم وإحنا شفنا كين يهود وقفوا مع الحق خير مليون مرة من المسلمين وقفوا مع البعض بما فيها في قضية فلسطين ناوم تشومسكي وهو يهودي وهو أملاق من عمالقة العلم خاصة العلم لسانيات وعلم السياسة يهودي وقف مع الفلسطينيين بن زايد مسلم يسمونه محمد بن زايد ولا محمد بن سلمان مسلمين والآخر حتى عنده الحرامين وقف مع الكيان الغاصب إذن ما عنديش هنا التفريق يهودي ولا جنس ولا عرق ولا دين ولا ليوقف مع الظالم أو الغاصب أنا ضده وليوقف مع الكيان الإسرائيلي ومسؤوله أنا ضده هذه قناعاتنا ما قبلوش الفلسطينيين حتى بأرض ما بعد السبعة والستين فإخواني ما كلا تطرحوا الموضوع أنا مش من ناس ليتلون ولا يدافع ولا وما أقوله أؤمن به في أعماقي ولا أحد يستطيع أن يملع لي ما أقول ولا أحد رأس الحكمة مخافة الله أقول ولا بشر لأن الحمد لله في النهاية نحن مؤمنين بالله نحن مؤمنون بالله وهذا هو اللي يزيد قوّل عزيما تعنا ونعرف بأننا ذاهبون إلى الذي لا يظلم عنده أحد أننا غرباء في النهاية في هذه الأرض أننا مثل اللي يطلع في تران ويهبط في محطة ويطلع في محطة وأن كل البشر سيموتون وأن الموت حق مطلق وحقيقة مطلقة وبالتالي سيبقى فقط ما تخطه يدك أو ما تنطق بشفتيك هو الذي يبقى لك في الدنيا ولم المؤمنين في الآخرة قلت كنت بعت أحد أصدقائنا أنه بعت لي معلومة كانت مهمة فقلت له بإذن الله نتكلم عليها في اللايب خلي نشوفها وهو يتعلق بالحرقة بالحرقة اللي مات وأسرهم ما زال قلوبهم ميتة عليهم ومهاتهم وأبائهم وإلى آخره في جريدة Liberty ولموقع liberty-algeri.com يعني هذه الجريدة عرب راب موجود خبر نحن من هنا الخبر موجود خبر وطارحات الجهادي CPMD وكنت تكلمت لكم عنها إسباني يفعل في الخير فراح فيه المقال هذا نتمنى على المساعد أن ينشره أيضا يدير له رابط نحاول له من هنا مباشرة يدير له رابط على المواقع فيه أخبار كيف يتم ممكن الوصول إلى اكتشاف هذه الجزائريين اللي رهم حرقة واللي رهم في المورغ وممكن يجي وقت وين يحرقوهم لو كان أهلهم ما يستلموهم فنتمنى على الناس اللي عندهم حرقة أن يتبعوا الرابط اللي رح نرسله مباشرة المساعد هو رح يوضعه في الموضوع هل ندل لفروض سمحوا لي دقيقة فقط تم الموضوع ندخل الآن للساحة الأوكرانية وفي الساحة الأوكرانية تطورات وتطورات هائلة كان اليوم ربما من أهم ما جرى فيها هو تلك المشدات والملاسنات والخطابات المتشنجة في مجلس الأمن فقد طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وروسيا باعتبارها عضو عنده الفيتو لما تطلب طبعا يجيك مثل أمريكا بريطانيا فرنسا والصين فاجتمعوا اجتمعوا وروسيا رهي تتهم تكلمنا على هذا المبارح نظن أو المبارح فروسيا قالت بأنها لقات مختبرات لصناعة وإنتاج أسلحة بيولوجية جرثومية أسلحة بيولوجية أسلحة بيولوجية تؤدي تعرفون بأن هذا الفيروس الذي يجو هي كين ديفيروس طبيعي ممكن يجي مشعر في الطاعون ممكن يجي أمراض وديفيروس إلى آخر يجي الطاعون يجي في كوليرا يجي لأسباب متعلقة بالبيئة متعلقة بفساد المياه كل واحد عنده أسبابه لكن هذه الأشياء أيضا ممكن تصنيحها تصنيع جراثيم خبيثة وفيروسات خبيثة واستخدمت هذه يعني السلاح الجرثومي هذا استخدم الصراعات فيما مضى فالروس قالوا من أن اكتشفنا مصانع لصناعة الجراثيم بما فيها صناعة الكوفيد بالمناسبة قالوا بما فيها صناعة الكوفيد والقورونا وجراثيم وفيروسات أخرى وأن الأمريكيين كان عندهم مواقع متطورة داخل أوكرانيا وأن كان الهدف في النهاية هو ضرب روسيا وأنه كان ممكن بهذه مش هكذا في الهدف مش فيلم هكذا كتكلموا أنهم يدوروها في حيوانات أو في طيور أو في ويبعثوها إلى روسيا أو في شخص أو باش يتنتشر هذه الجراثيم وهذه المشاكل داخل داخل دول أخرى ذهب السفير السفير الروسي قال أنها أيضا كان الهدف لإثنيات معينة مش رحش أكثر سحقال مخدومة معينة أنه بعض الفيروسات ممكن ما تمسش مثلا ما تمسش ذو البشرة السمراء وتمس ذو البشرة السفراء الصينيين واليابانيين والفيتناميين لآخره وما تمسش أو الجنس الأصفر كما يسموه أو ما تمسش الجنس الأبيض تمسش الجنس الأبيض وما تمسش الجنس الأصفر وهكذا قالوا أنهم كان عندهم حتى أنواع معينة مش عارف هل هذه علميا ممكنة أم لا لكن هذه قالها السفير الروسي طبعا هذا كلام لما خرج قبل يومين وثلاثة حدث ضجة رهيبة والأمريكيين ردوا عليه بقوة وبشدة لكن الروس طلبوا لقاء في مجلس العمل وعندما عقد المجلس إذن بناء على طلب من روسيا حيث اتهم المندوب الروسي خلال جلسة أوكرانيا بتنفيذ برنامج للأسلحة البيولوجية بدعم أمريكي ردوا عليه الآخرين تشوفوا بعض الردود لأن هذا سيفيدنا فيما هو قادم الأمور ستتصعد ليس ستتناسل يعني أحيانا تظهر مثلا اللقاء وزير الخارجية الروسي مع الأوكراني أمس في أنطاليا في تركيا الناس سبشرت خيرا قالوا أصلا كي تلاقوا زوج وزراء مليح لم ينتج منه أي شيء لكن أصلا قال اللقاء في حد ذاته مفيد خاصة بالنسبة لتركيا تريد أن تلعب دور الوسيل دركها كائن خمسة وست دول رهم يحبوا يلعبوا دور الوسيل أول هذه الدول الكائن الإسرائيلي هذه الكائنات منها الكائن الإسرائيلي كائن الأتراك أيضا كائن الصينيين اللي رهم يقدموا جل وخرجل لكن ممكن كنت تكون مبادرة صينية تقدر تغير الأمور ودول أخرى على مستويات مختلفة مثلا حتى السيسي قال لكم يلعب دور حتى بن زايد قال لكم يلعب دور قاطر قال لكم يلعب دور إلى آخر لكن اللي هم محسوبين يعني ممكن يكون عندهم يعني مستوى والله على الأقل حظ هو الكائن الإسرائيلي الأتراك وربما الصينيين هم المحظوظين أو هم اللي عندهم إمكانية ممكن أكبر فكانت نعطيكم بعض مباشرة ثم ندخلوا في الموضوع هذا ما قالوه البعض منهم فمثلا وجدنا وجدنا المندوب الأوكراني وشي يقول يقول أن موسكو والسفير الروسي واجهون صعوبة في تقديم سرديتهم في هذا المجلس ضد أوكرانيا روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة روسيا لا تأبه لسلامة مواطنيها بما في ذلك آلاف الجثث المتحللة لجنودها في أوكرانيا الشعب الأوكراني يقتل والمدن الأوكرانية تدمر ونستمع لتضليل روسيا هنا كان رد قوي هذا ملخص ما قاله بايدن 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 باهضاً إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا لكن خلينا نبقوا في ما قاله هؤلاء في مجلس الأمن وهذا مهم لأنها مرة أخرى يعطينا المستوى الحرارة في الصراع ورهي تزيد أم تنقص زادت في الحقيقة المندوب الفرنسي بمجلس الأمن لا أحد ينخدع بأكاديب روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية المزعومة في أوكرانيا أما مندوبة الممتحدة فقد شنت هجوم عنيف وتسمى ليندا توماس جرينفيلد قالت فيه النية من وراء هذه الأكاديب التي تكررها روسيا واضحة ومقلقة للغاية الروسيا تظاهرون احتجاجاً ورفضاً لما تقوم به سلطات بلدهم لا يمكن لروسيا أن تخفي ما تنقله وسائل الإعلام في أوكرانيا من وقاع تدحضها أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية ولا توجد مختبرات بيولوجية أوكرانية تدعمها الولايات المتحدة روسيا يمكنها استخدام مواد كيميائية وبيولوجية في أعمال عدائية قال يقول من الذريع التي تبحث عنها روسيا لأعمالها في أوكرانيا عبر الدعوة روسيا سجل انتهاك القانون الدولي واستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية العالم يشاهد روسيا وهي تقوم بما حذرنا منه وهي تريد تبرير لحرب بوتين روسيا طلبت عقد هذه الجلسة من أجل بث المزيد من التضليل كان هجوم عنيف استمعت لنا مباشرة في بعض الأجزاء كان فيه منذوب ألبانيا كان فيه أيضا حمن المندوب الروسي قرأوا المندوب الروسي باش نعضمهما أيضا حقهم فيه الرد المندوب الروسي يقول بأنه سنواصل تحليل الأوضاع البيولوجية في أوكرانيا وسنخبر مجلس الأمن بأي جديد كيف وافقت على استخدام أراضيها منصة لتطوير أسلحة بيولوجية رغم التهديد الذي تمثله عدم علمكم بوجود برامج بيولوجية في أوكرانيا لا يعني أنها غير موجودة أتذكر معرضه كولن باول في هذه القاعة عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وانتهى الأمر بتدمير بلد في هذه صدق في هذه صدق لازلت أتذكر كولن باول كانت في فبراير 2003 نعم أعتقد في فبراير 2003 أو بداية مارس مثل هذه الأيام وكولن باول كان يومه وزير الخارجية وهو الجنرال سابق وزير الخارجية أمريكا ويشرح كيف لي صدام عنده أسلحة دمار شامل وأنه عنده في هذا المكان وعنده في هذا المكان وعنده سلحة دمار شامل في شاحنات متنقلة وجايبين الشاحنات ومصورين شاحنات وأنه سيستطيع أن يضرب الأوروبا في خلال 45 دقيقة وكلام دم لفترة حتى الناس الناس كانت مصدومة من هذه المعلومات يعني وكثير من الناس على الأقل في الجانب الغربي صدقوا كورن باول قالوا لن يستطيع أن يكذب يجبنا هذه المعلومات تضح فيما بعد أنها كانت كلها أكذيب وكلها خداع ومكر وتبين أنها صدام حسين لم يكن له أسلحة دمار شامل الجماعة اللي عندهم أسلحة دمار شامل يتهمون الآخرين اللي ما عندهمش بأنها عندهم أسلحة دمار شامل دول كبرى كلها عندها أسلحة دمار شامل أو على رأس السلح النووي روسيا أمريكا الصين الهند باكستان فرنسا بريطانيا كعين الإسرائيلي وممكن دولتين أو ثلاثة خرين هؤلاء يتهمون أحيانا من ليس لديها المهم في هذه المعركة إذن السفير الروسي يضيف أحث دول العالم على إخضاء عنشطتها البحثية البيولوجية للتحقق تهديد البيولوجي سيصل إلى الجميع ولا حدود لمخاطره لدينا وثائق تؤكد وجود ثلاثين مختبرا بيولوجيا تضم مواد خطيرة كالجمر الخبيثة والكوليرا نتائج المختبرات البيولوجية التي تجري في كورانيا كانت ترسل للولايات المتحدة اتفاقية الأسلحة البيولوجية هدفها إنهاء الخطر الذي تشكل هذه الأسلحة إذن معركة جديدة حول هذه القضية خلاصتها أن الأمريكيين ومعهم الغرب يقولوا أن روسيا ستستعمل أسلحة محرمة دوليا وستبرر وممكن حتى تستعمل أسلحة جرثومية أو بيولوجية لكي تقول ماشينا هذورهم المخابر من تاعة أوكرانيا هم انفجروا هذا وش رد المريكان الروسي يقولوا لا أنتم وانتم لا يمكن تقوموا بهذا لقوى الموقف الغربي وهما مسؤولين اثنين ما همش من الدول وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال مجلس الأمن تحدثت ما تحدثتش كثير على الموضوع التعالي البيولوجيا فيما عندي هنا لكن قالت مثلا بين الحاجات قالت يحتاج ملايين الأشخاص في أوكرانيا إلى مساعدة عاجلة ومنهم مليونة نازح داخليا يجب التحقيق في جميع انتهاكات المزعومة لحقوق القانون الدولي الإنساني وحاسبة المسؤولين عنها أي أنها هاجمت روسيا حتى وإن لم تتحدث بعمق ربما في قضية الأسلحة البيولوجية لكن هناك مسؤولة أخرى أيضا تكلمت في الموضوع أعرف إذا كان عندي هنا نعم مفاوضة حق الإنسان بالأمم المتحدة لدينا تقارير موفوقة عن استخدام القوات الروسية قنابل عقودية في أوكرانيا قال يقون من تغييرات محتملة في سياسة فيسبوك تسمح بدعوات للعنف ضد الجنود الروس هنا أيضا طبعا هذا الموضوع التع فيسبوك ربما ترقل وخلشوفوا كاميرانا في الوقت فيتبادل الاتهامات والحقيقة أن روسيا مثل أمريكا مثل بريطانيا مثل فرنسا مثل كثير من الدول عندها أسلحة جراثمية وكيميائية وبيولوجية إضافة إلى السلاح النووي حتى أن هذه الأسلحات تسمى السلاح النووي لتع الفقراء اللي هو الكيميائي البيولوجي والجراثمي إلى آخره بشرية وشاهد دير يشوف البشرية لما تجن يعني السلاح الكيميائي لماذا اليوم روسيا كان وضحها سيئ جدا في مجلس الأمن لأنها خرجونهم وقالونهم أنتم بالدليل استخدمتم أسلحة بيولوجية وكيميائية ما هو الدليل قتل معارضين هنا في بريطانيا ويبدو في دول أخرى أيضا بأسلحة بأسلحة دمر الشامل يضعونهم قطرات أو أحيانا سبري أو أحيانا حاجة صغيرة هكذا تقيسك في يدك أو أنت ما تفقش بها نهائيا وخطلهم معارضين الروس بالدليل يعني وكان صرت ضجة رهيبة هنا وكانوا قريب وصلوا إلى قتل علاقات دبلوماسية وربما حتي لإعلان الحرب كانت مرت فترة كبيرة هنا في بريطانيا في مشاكل بينهم بين الروس لكن مش برك في سوريا بشار الأسد استعمل سلاح الجرثومي والكيمياوي وقتل الآلاف والروس اعترفوا ضمنيا بذلك وهم اللي كانوا داعمينه كيفاش اعترفوا ضمنيا دخلوا عن دولايات المتحدة قالوا ما تضربوهوش ما تضربوش بشار الأسد والجرش يشتاعوا وإحنا سنسحب منه السلاح الكيمياوي والبيولوجي وسحبوا جزء كبير لكن تبين بعد أن ما سحبوش كل الأجزاء لكن بشي حافظه لبشار وبشار المريكان ما يرحوش بعيد المريكان داروا هكذا ضربوه ضربة بسيطة مش حاجة لكن بشار الأسد استخدم السلاح كيمياوي عدة مرات واختل الألاف بما فيهم مئات الأطفال وكلنا نتذكر قبل خمسة ستة سبع سنوات كفاش كنا نصوف الصور في سوريا شي بشع وعلى البقاء في سوريا قبل نختم معكم كي الموضوع لعلكم تابعتوه اليوم أيضا وهو وهو وحطيت نقاط هنا على السريع لأن فيه بعض الأرقام سمعنا قبل حوالي خمسة أيام أو ستة أيام لوكران عندما قالوا من أنهم يشكلون في فرقة دولية للقتال ضد الروس وكانوا أمس أو أول أمس قالوا بلي وصلوا المشاركين الجنسيات اثنين وخمسين ألف وذهب بالفعل من هنا من بريطانيا قدمت وسيلة الإعلام من أن عداد من اللي راحهم من بريطانيا من أمريكا من اليابان كاين من أستراليا يبدو من فرنسا من عدة دول كاين بعضهم أوكران وكاين بعضهم أجانب قدمتكم قبل ربع أيام بريطانيين أسكريين سابقين وهما قالوا راح ينقاتلوا من أجل الشعب الأوكراني ضد الروس فكان طبعا وكان هناك احتجاجات في بعض الجهات الدولية إلى آخر هذا مع نهاركم هذا تدويل لهذه الحرب ودخول جنسيات أخرى وتعميق للجراح وخاصة أن هذه الفرق عندما تكون في جيوش نظامية تقدر تقوم بأعمال قادرة لصادف العالم اليوم وليفاجأ العالم في الحقيقة وأنا أعتقد أن أرتكب خطأ فادح أنا شخصيا أعتقد أن بوتين اليوم أرتكب خطأ فادح أنا شعار هل عجزوا بعد 16 يوم على اقتحام كييف اللي رايح حصرها من عدة جهات واللي كانت كل الجهات تتفق أنه سيصلها في ثلاث أيام الآن بعد 16 يوم ما زال ما تخلهاش هل هذا خلاه يصرح اليوم ويقول سنأتي ب16 ألف من سوريا للقتال في أوكرانيا أليس هذا عندما تأتي بمرتزقة من بلد آخر مثل الأوكران لكن الأوكران يقول لك نضعف ونجيب أخرين يعاونونا لكن انت المعتدي وانت لديك ثاني أكبر جيش في العالم وانت لديك داخل بدباباتك وطائراتك وتهدم في البلاد عندما تجيب يعني مكفوش الشيشان لكن الشيشان يقدروا يقولوا والله هذا تابعين لفيدرالية روسيا وتابعين لقاديروف بالمناسبة غدا بإذن الله في اللايف تاع غدا رح نجيب الحرب الشيشانية الآن في أوكرانيا الشيشان اللي مع الروس وشيشان اللي ضد الروس ونرجع شوية ربما إلى تاريخ الشيشان ولماذا هذه الحرب الشيشانية على الأرض الأوكرانية لأنه كان يرام يقاتلوا مع الأوكران وكان يرام يقاتلوا مع الروس يقاتلوا مع الروس قاديروف الحاكم من تاع الشيشان اللي وضعه بوتين وقصته طويلة هذا كان مع المجاهدين بالمناسبة لما واحد ينقلب ويصبح عكس تماما كانوا مع الشيشانيين اللي قاتلوا الروس ثم انقلب على رأسه أصبح عامل للروس لكن الآن عندنا السوريين أيضا اللي يتقاتلوا على الأرض الأوكرانية اليوم إذن أعلن بوتين بأنه سيأتي ب16 ألف مصادر أخرى قالوا أن العدد 30 ألف وليس 16 ألف ربما استخدموا كلمة 16 بالذات لأن الأوكران كانوا ذكروا قبل أيام من أن عندهم الحد الآن 16 ألف فربما هو حب يجيب ويقولهم أيضا نجيب لكم 16 ألف من السوريين وبدأوا الآن يحضروا قالوا نفتحوا 12 مكتب في سوريا لخاضع لبشار الأسد والروس والإيرانيين من أجل إرسال سوريين والأخبار اليوم زادت هذه العشية قالوا أيضا ميليشيات عراقية وميليشيات لبنانية مش عارفة قصدوا ميليشيات لبنانية حزب الله أم جهة أخرى قالوا أيضا بدأوا ينضمون لهذه الكتائب الدولية التي ستقاتل مع موسكو سؤال الأساسي مش فقط قضية التدويل وقضية أنها تصبح خلوطة وقضية أن هذه الميليشيات لما تروح هناك تقوم بأعمال قادرة وحروب قادرة مرات الجيوش الجيوش النظامية تبتعد شوية على الحروب القادرة بمعنى على الاقتصاب والقتل والذبح والنهب بينما الميليشيات تقوم بها والمرتزقة لكن أليس هذا أيضا يكد أن هناك عجز وأن الجيش الروسي أصبح يستعين بمرتزقة من الخارج لأنه عندهم خبرة في حرب المدن خاصة واختحام المدن أليس هذا دليل أن بوتين وجيش يعجز عن ذلك واحتمل جدا لكن اللي أكيد وأنه عندما يستعين ثاني أقوى جيش في العالم ولديه مئات الألاف من العناصر يستعين بأجانب باش يعونوه في الحرب فهذه تطرح سبعين سؤال ثم ما هي مصلحة السوريين أن يتقاتلوا بعضهم مع الأوكران وبعضهم مع الروس ما هي مصلحتهم أن يتقاتلوا في أرض أوكرانية ألم يكفي ما حدث في سوريا ثم ما تأثيرات نقل عشرات الآلاف من المقاتلين أنتع بشار وأنتع الميليشيات وأنتع حتى غاقنر من سوريا إلى القتال في أوكرانيا ما تأثيرات ذلك على الوضع في سوريا هل ستعود وتندلع أعمال القتال مرة أخرى بين الجماعات المعارضة والجماعات النظام هل انضمام ميليشيات عراقية ولبنانية أيضا قد يوسع الخلاف ويعمقه إذا ثبت أن هذه الميليشية اللبنانية تكلم عليها هي حزب الله هل يخاطر حزب الله بأبناءه كما خاطر في سوريا يزدي خاطر في أوكرانيا في سوريا كان مفهوم على الأقل من وجهة نظرهم أن نظام السوري يدعمهم وبالتالي هما رحوا يدعموا فيه لكن في القتال في أوكرانيا ماذا يعني ذلك هل يعني ذلك أنكم تصبحوا تحت القيادة الروسية طبعا مرة أخرى إدانة المرتزقة اللي يديرهم الأوكران هذا أيضا إدانة شديدة لأن هذا يؤدي بجنسيات أخرى وبالمناسبة هذا المساء وصلني معلومات من أنهم عرضوا على مساجين في أوكرانيا بأن يقاتلوا معهم ويطلقوا صراحهم تخيلوا أنه فيهم جزائريين وتوانسا ومغاربة أيضا ومصريين وعراقيين وسوريين يعني في الغالب هذا كانوا حراقا وكانوا قاموا إما بسرقة أو باعتداء أو حكموهم ومحرقين لأوروبا سجنوهم هل العصابة عندنا عند هذه الأخبار هل تتدخل لدى الدولة الأوكرانية والحكومة الأوكرانية يقول لهم نستخدموش أبنائنا في هذه الحرب لرب مساجين عندكم هل يقوم أيضا المغرب بذلك وتونس بذلك أم أن يموتوا تنوا منهم يعني عندما من بين التبريرات التي قدمها الإعلام الروسي والبروباقندا الروسية وبوتين لدخول سوريا قال أنا ذاهب لسوريا لأن هناك يبدأ الأمن من القوم ينتهي رغم كين مجموعات من الشيشان ومجموعات من الدول المجاورة ومجموعات من القوقاز إلى آخره ره يتقاتل مع الجماعات جماعات المعارضة المسلح وهذا إذا انتصروا في سوريا فسيكون خطر علي في المستقبل طيب الآن هو يأخذ هؤلاء هو يأخذهم إلى القتال في أوكرانيا والأخرين يعود يروحوا بشي قاتلهم أيضا في أوكرانيا أليس هذا في انقلاب أيضا حتى للعقيدة الأمنية الروسية التي تستعين بمرتزقة قالوا الروس أنما عرضوا عليهم ألف دولار للشهر أو قد يصل إلى ألف وخمسمية بالنسبة للمتطوعين لأنهم خبرة كبيرة أوكران طبعا كانوا عرضوا ما يعادل ما بين ألفين وثلث وخمسمية دولار أكثر حتى من الروس معلومات أيضا قالت بأن وين يوجد مجموعة فاغنر هذه راه يدير في الريكريتمون في مالي في ليبيا في السودان في دولة وسط إفريقيا في غينيا في موزنبيق طبعا في سوريا كما قلنا أيضا الأكران يجيبوا أجانب والروس يجيبوا أجانب البعض رايح من أجل أن ينتقم لشعبه أو لتاريخه كما الشيشانيين اللي قاتلوا مع أوكرانيا والبعض الآخر رايح يقاتل من أجل أن تبقى روسيا قوة عظمى وبعض كثيرين ذهبين من أجل دولارات من هنا مرة أخرى أوصي إخواني الجزائريين طبعا إخواننا توانسا المغاربة المصاروة ومن يسمعني يعني لا تشاركوا في هذه الحروب هذه حروب مدمرة وفي النهاية قد تدمرون أوصاركم وبعدين ما عندكم حتى ممكن كان بعض الناس اللي راحوا للسوريا أن ذاك قي يقول لك إخواننا إلى آخره أو في ملد آخر هذا ما تقدرش تقول يعني إخواني كبشر نعم لكن ما عندك ش حاجة تربطك لأنه كان لديك الوقت تستندوا إلى الرباط الديني أو الرباط اللغوي أو الرباط الإثني أو ليش رايح منتشار الحرب ليست في مصلحة البشرية القتل وقتل المدنيين ليس في مصلحة الذهاب هناك وما بعد ما تعرفش كون يتحكم فيك ويعمرك أن تفعل أو لا تفعل تقتل هذا أو تقتل أطفال أو هذا شيء بشع وكنت ذكرت لكم قبل أسبوع بأنهم بعض الجهات بدأت تصل بجزائريين في بريطانيا كما في إسبانيا كما في فرنسا على الأقل خمس دول أوروبية سمعت فيها الأمر كل واحد يعرف واحد من مدينته من بلاده يقول له أحذر ستكون هولا ودمارا عليك ربما حتى على أسرتك طبعا في حديث على ارتفاع الأسعار أيضا زاد ارتفاع سعر البترول زاد أشياء أخرى ما زال كان قضايا كثيرة في الموضوع الأوكراني لكن دائما نرجع لموضوعنا الجزائري وأقول أن مصير الشعب الجزائري يتحدد في الأشهر والسنوات القادمة وأن إذا ما كانش الحراك وانتصرش الحراك فإننا قد نجد أنفسنا في أوضاع مزرية جدا هذا يقول للشعب والإخواننا والحركيين وقلهم أن يترفع الناس على الخصومات التي لا جدوى منها وأن الحقيقة في النهاية ستتكشف لكن من الأحسن أن لا ينخرط أكبر عدد من الناس في قل يقول لك وحط بوست هنا وحط بوست لهيه وأخو الصومات ويدخل عليها الذوباب التي يزيد نفخ فيها ومخابرات التي تخلط فيها وصراعات بلا معنى مرة أخرى نصح بذلك ومن هنا أيضا أنصح الجماعة الحاكمة أوضاع العالمية تتغير وتتطور احتمالات نهاية فوتين كبيرة جدا أنا شخصيا نعتبر انتهى وإن كان حتى لو بقي عدة أشهر أو سنة أو سنتين لكنه انتهى من حيث أنه المشروع انتهى اللي كان في ذهنجة عكسي الحلف الأطلسي تقوى أكثر بدأ يصل إلى دول الآن باش تدخل فيه فنلندا والسويد محتمل جدا وملضافيا بمعنى أن المجاورين لروسيا وقريبين منها سينضموا دول أخرى الحلف الأطلسي وخاصة أن بوتين الآن بعد 16 يوم لم يدخل كييف كل الجهات الغربية كان يقول بللي يدخلها في ثلث أيام ولا أربع أيام وهو كان يظنها حرب خاطفة ماهيش حرب خاطفة يبدأ تولي وحل ودوى إن شاء الله نوري لكم الصور من أوكرانيا من عند واحد من خاوتنا هناك ودوى تشوفوها وتشوفوا بعض الأشياء اللي ربما واشتوهاش في تليفزيونات على الأقل من وجهة نظر هذا الإنسان لهناك أقول للجماعة الحاكمة انتبهوا مليح الوقت يضغط الطرف العالمية تتغير الوضع الاستراتيجي مهلهل الجزائر عندها مخاطر حقيقية القوى الغربية قد تزداد تزداد توحش شفنا أمس كيفاش أن فيسبوك اللي كان يمنع أن يضع صورة تأتيف الفلسطيني مجروح أو يغلق للناس صفحاتهم كنا احنا مرات نكتبوا كلمة عادي اللي هي مقاومة سلمية حتى يغلق لك البوست أو يضعف لك الصفحة وطبعا وضعفونا الصفحات ولكن فيما يخصنا احنا كانت مدروسة شفتوا أن الفيسبوك يدعو ويقول لك راح من نحهم القايدلاينز تعنا أنه كلمات العنف اللي ضد الروس إلا قالوا هالناس ضد الروس في الدول المجاورة لروسيا فنحن نخلوهم يسبوا الروس ويطالبوا بقتل الروس في انقلاب هائل للموازين هذه الحرب ستغير وستظهر كثير من النفاق وستكشف كثير من النفاق على المستوى الغربي والشرقي طبعا روسيا ردت بغلق انستغرام وفيسبوك من قبل رفعت دعوة لدى الأمم المتحدة لأن دعوة إلى القتل وعندهم حق من أعطى الحق لفيسبوك أنهم انتم ما تمنعوا زوج كلمات أو صورة فيها لأطفال كمظلومين ما تخلوه لاش تفوت الآن تخلو يفوت دعوات للقتل وللعنف أتمنى الجماعة الحاكمة أن يعاوذوا قراءتهم للأحداث ويعرفوا أن الحل التفاوض السياسي مع الشعب الجزائري هو المخرج وأن مهما يبقى وسبوع أو أشهر في النهاية سيسقطون وأن من الأفضل أن يتفاوضوا على حل يضمن سلامتهم وأمنهم وربما لبعض منهم حتى يتبقى وحتى يبقى بعض منهم اللي هما مهنيين وكذلك يبقوا في مناصبهم من أن تأتي ثورة شعبية ثورة جياء ثورة سلمية وتطح بهم لأن من بعد ما يوليش فيها ما يوليش عندهم حق يناقشوا حتى من بعد سيرمون في السجون ويحاكمون القضاء العدول وليس قضاء التليفون لكن مع ذلك وضع مثل هذا سيكلف الجزائر نحن لا نريد لقطرة دم أن تسير في البلاد فنتمنى أن يراجعوا نفسهم ولكن هذا الطريق اللي راكم تتصلوا فيه بعض الناس راكم ماخدينه خاطئ أول خطوة قبل ما تتصلوا بأي واحد أطلقوا أهل الحراك اللي راكم اعتقلينهم ظلماً وعدواناً دون قيد أو شرط لأن اعتقالهم ظلماً وعدواناً وكان حوالي 150 من التسعينات راهم مظلومين ولم يحملوا السلاح وراكم سجنينهم كيلي 30 سنة أو 28 سنة أو 25 سنة إذا فعلتم هذا راح الشعب الجزائري يقول والله بلك را معولين بالفعل على الذهاب طريق الصحيح أما أنت عند واحد تعطوا له باسبور وواحد يشد باسبور ويدخل دايروكين بعض اللي راحين يدخلوا يتهنى منهم الشعب الجزائري لأنهم بعد يتثبت وبوضوح لأنهم كانوا مزيفين لم يكنوا معارضين على كل حياكم الله إخواني حيا الله الأحرار في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة